المفوضية الأوروبية تعرب عن أسفها من عدم إحراز تقدم واضح في المحادثات الخاصة بتنويل اليونان ولكنها استبعدت تماما فشل الحوار رئيس المفوضية الأوروبية أكد خلال لقائه برئيس الحكومة اليونانية أنه يتوجب على الأوروبيين توحيد الرؤى وإيجاد حلول لليونان أنا لست راضيا عن التطورات التي حصلت خلال الأسبوع الأخيرة ولا أعتقد أننا أحرزنا ما يكفي من التقدم لكننا سنحاول المضي قدما نحو نهاية ناجحة للقضايا التي نتعامل معها قال رئيس المفوضية الأوروبية أما رئيس الوزراء اليوناني فقال أنا متفائل بأننا نملك الإرادة السياسية من أجل إيجاد حلول لمشاكلنا المشتركة في القريب وأعتقد أنه بوجود الإرادة السياسية كل شيء ممكن وقد قرر البنك المركزي الأوروبي زيادة سقف تمويله العجل للمصارف اليونانية بواقع ستمائة مليون يورو ما سيرفع سقف التمويل إلى حوالي سبعين مليار يورو واستأنف اليونانيون التباحث في أثين بالذات مع الخبراء الذين أوفدتهم الجهات الدائنة بهدف تحديد الإصلاحات التي ما زال على اليونان القيام بها للحصول على مساعدة مالية